ينضم إلينا من لندن الكاتب الصحفي يسري حسين سيد يسري وزير التجارة الدولية البريطاني حذر من احتمالية عدم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كيف ترى هذه التحذيرات؟ طبعا ليام فوكس هو من صخور الحكومة البريطانية وهو كان من المجموعة التي حفزت الرأي العام للخروج من الاتحاد الأوروبي ويبدو أنه متشائما أو يراهن على الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق لكن مسألة الخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق مع الأطراف الأوروبية بالتأكيد ستكون له تدعيات ليست جيدة بالنسبة لبريطانيا بواجه عام وهذا ما أشار إليه محافظة البنك المركزي مارك كارني إذ حذر أن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق سيترتب عليه مضاعفات في الاقتصاد لكنه قال عموما أن الاقتصاد البريطاني بشكل عام هو يحتل مرتبة جيدة ونسبة البطالة منخفضة وأيضا نسبة التضخم معتدلة ما هي خطط الحكومة في مواجهة ذلك ولتماشي مع كل ضرف يواجه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ طبعا هناك خطة يقودها فيليب هاموند وزير المالية هدفها فعلا تجنب تلك المضاعفات التي تحدث عنها محافظة البريطاني المركزي لكن رئيسة الوزراء تريزا مي تراهن بشدة تماما على التعصر إلى اتفاق مع المفاوضية الأوروبية وهو قامت بجولة قبل العطلة الصيفية إلى سويسرا لمحاول تقناع الأطراف الأوروبية خاصة فرنسا عندما التقت بالرئيس فرنسي ماكرون على التوصل إلى اتفاق وهناك فعلا مساحة زمنية لحد مارس المقبل للتوصل إلى الاتفاق وهي تحاول بكل الطرق ضمان التوصل إلى الاتفاق لأن الخروج فعلا بدون التوصل إلى الاتفاق لا تدعيات سلبية تماما على الاقتصاد والحياة البريطانية وأن كانت فعلا هناك خطة بديلة لاستعاب كل العوامل السلبية والمؤسرة على الاقتصاد والحياة البريطانية